الوضع الإنساني في غزة يعني أكبر من أن تصفه الحقيقة كلمات هناك وضع إنساني كارثي بكل ما تعنيه الكلمة اليوم نتحدث عن أكثر من سبعين ألف جريح سبعة ألاف منهم في حالة الخطر الشديد ويحتاجون إلى علاج في الخارج هناك أكثر من خمسة وثلاثين ألف شهيد ما بين ما تم تسجيله وما هو مفقود داخل تحت الأنقاض حوالي ثلاثمائة ألف منشأ أو بيت فلسطيني تم تدميره بالكامل دمرت المدارس والمساجد والجامعات وأبار المياه والمؤسسات التاريخية والأثار ولذلك نتحدث عن أزمة متعلقة بالجوع هناك مناطق شمال قطاع غزة منذ 115 يوم لم يصلها أي شيء لدرجة أن الناس اليوم بدأت تتكلم عن أكل طعام الحيوانات وعلف الحيوانات أو حتى أكل الحيوانات نفسها اليوم في غزة 55 ألف إمرأة حامل لا تجد أي شكل من أشكال الرعاية الصحية ويجرى عمليات قيصرية لبعضها بدون حتى مواد التخدير أو بدون تخدير في مناطق لا تليق في المدارس في الشوارع في الخيام لذاك نحن نتحدث عن وضع إنساني خطير جدا منظمة الصحة العالمية تقول أنه لو توقفت الحرب الآن إذا لم يحدث تدخل إنساني حوالي ربع السكان يمكن أن يموتوا بسبب الأمراض المعدية أو بسبب الجوع والبرد الشديد لذلك الوضع خطير في المستوى الإنساني ويحتاج إلى تدخل إنساني عاجل لوقف هذه المجزرة الصامطة التي يرتكبها العدو إلى جانب المجزرة التي يرتكبها من خلال الدبابات والطائرات ترجمة نانسي قنقر